يقول أنشتاين شيئان لا حدود لهما الكون وغباء الإنسان السلام عليكم قبل أن نبدأ أردت أن أشكر كل من يدعمني ويشجعني لتقديم المزيد وأحيي جميع من علقوا في الفيديوهات الماضية واشتركوا في القناة وانضموا لحسابي على الأنستغرام ولا أنسى أيضا تحية من يشاهدوني الآن وإن أعجبك المحتوى صديقي لا تتردد في الاشتراك حتى تكون فردا في عائلتنا المتواضعة وإن أردت أن يظهر اسمك في الفيديو القادم ما عليك سوى أن تترك تعليقا محفزا في هذا الفيديو أو الانضمام لحسابي على الأنستغرام والإعجاب بالصورة الأخيرة التي وضعتها شكرا جزيلا بسم الله ولنبدأ بالتأكيد لا أحد منا يستيقظ في الصباح ويقول لنفسه اعتبارا من هذا اليوم سوف أكون إنسانا غابيا والناس عادة ما يشتكون من الغباء ويرجعون كل المشكلات الإنسانية التي تمر بهم إلى أفعال غبية تصدر من أناس أغبياء السؤال هو هل الغباء هو قصور عقلي فطري أم أمر مكتسب يصل إليه الإنسان بعد المرور ببعض الخبرات والتجارب الحياتية أم هو صناعة المختبرات والأنظمة يعرف الغباء باعتباره حال عقلية تؤدي إلى سوء التكيف مع الواقع والتصرف في عكس اتجاه المصلحة تحت ظروف اختيارية حرة دون إجبار فيفقد الإنسان طريقة التأقلم مع المعطيات الجديدة وبالتالي تصدر عنه أفعال منافية للمنطق والمصلحة ولو سألت أحدهم مثلا هل تحب طائر البوم لا أجاب أعوذ بالله إنه قبيح ويجلب الشؤم ولو سألته عن سر كرهه لم أعرف بماذا يجيبك رغم أن هذا الطائر بارئ لا يجلب شؤما ولا حظا ويكون الجواب عادة لا أدري هكذا تعلمت من آبائي وأجدادي والكل يتشأم منه ومن سماعي سوته والغباء كما ورد في بعض الكتب هو قلة الفطنة والغبي هو الشخص قليل الفطنة وفي قاموس وابستر الغباء هو قصور في الفهم ونقص في الاستعاب وكسل في نشاط العقل والإنسان الغبي هو الذي يفقد القدرة على الربط بين الواقع الربط الصحيح ليصل إلى نتائج صحيحة ويتخذ القرارات التي تصل به إلى الفائدة المرجوة وصولا إلى تحقيق مصلحة مجتمعه وبيئته لنأخذ مثالا نشرح فيه صناعة الغباء وهو موضوعنا لنهار اليوم ذات مرة عشرة أطفال كانوا يلعبون بجوار سكة حديدية تسعة منهم اختاروا أن يلعبوا بجوار الخط الذي يمر عليه القطار كل فترة بينما اختار الطفل العاشر اللعب بمفرده بجوار خط مهجور لسكة الحديدية وحين لمح عامل سكة الحديدية القطار القادم أصابه الهلع خوفا على حياة الأطفال تسعة الذين يلعبون على خط السكة الذي سيمر عليها القطار فكر الرجل بسرعة وقرر تحويل مصار القطار ليسير على الخط المهجور حيث إن هناك طفلا واحدا فقط يلعب فبذلك هو أنقذ حياة تسعة أطفال وعرض حياة الطفل العاشر للهلاك أي أن هذا القرار حقق أقل خصائر ممكنة للوهلة الأولى يتبين لنا أن عامل سكة الحديدية قد اختار القرار الصحيح بمنطق الكم ولكن حين نفكر بمنطق الكيف سنكتشف أنه قد أخطأ فالطفل الذي ضح به عامل سكة الحديدية كان أذكر أطفال العشرة لأنه الوحيد الذي فكر واختار القرار الصحيح باللعب في المنطقة الآمنة أما البقية الذين أنقذ العامل حياتهم فهم الأغبياء والمستهترون الذين لم يفكروا بطريقة صحيحة واختاروا اللعب في المنطقة الخطر ربما سيبدو أن هذا التحليل غير منطقي وغير عاطفي لدى البعض منكم إلا أن هذا هو الفارق الشاسع بين المجتمعات التي تصنع الذكاء والغباء بين أفرادها فالمجتمعات الغبية تضحي بالأذكياء والأكفاء أما في المجتمعات الذكية عند الدول المتقدمة فتلهث القيادات وراء العقول وتنفق عليها لأن الأذكياء والعقلاء والنابهين يقودون المجتمع ويصنعون السعادة حتى للأغبياء أيضا وهي مهمة ليست سهلة والدول الذكية هي التي تستثمر في العقول لأن العقول هي التي تبني الدول وتدعم استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتدفع إلى النمو والتقدم تبحث هذه الدول عن المتفوقين وتدفع بهم للواجهة لأنهم بعقولهم سيدفعون المجتمع للأمام أما الدول الغبية للأسف فتقتل المواهب وتأيد الأفكار وتدفع بالأغبياء للصفوف الأولى لصناعة شعوب بلهاء تسهل السيطرة عليها إنه فن صناعة غباء ليسقط المجتمع في الهوية فالغباء والبلاهة تاج على رؤوس البلاهاء وخير مثال ما نعيشه في مجتمعاتنا العربية ففي قضية صناعة المحتوى مثلا دائما نجد من يلبسون ثوب الغباء لمتابعهم يكثروا الاهتمام الزائد بهم من قبل الحكومات والإعلام ويضعونهم دائما في الواجهة على عكس الأذكياء والمؤثرين بالإجاب منهم وهذا هو الواقع للأسف لنأخذ مثالا آخر على كيفية صناعة الغباء نظرية القرود الخمسة ذلك أن مجموعة باحثين وضعوا خمسة قرود في قفص وعلقوا في مكان مرتفع منه موزة يتم الوصول إليها عبر سلم وكانوا كلما تسلق قرد السلم ليصل إلى الموزة يرشون بقية القرود الأربعة بماء مثلج ولا يتعرضون للقرد الذي سعى إلى الموزة وبعدما تكررت محاولة الوصول إلى الموزة من قبل القرود الخمسة مع تكرار العقاب بالماء المثلج بدأت القرود تنهل بالضرب على كل من يحاول سعود السلم أخرج العلماء بعدها أحد القرود الخمسة وأدخل مكانه قردا جديدا حاول القرد الجديد سعود السلم فضربه القرود الأربعة حتى اعتاد عدم السعي إلى الموزة قرد ثاني من جيل الماء البارد استبدل بقرد جديد وتكررت النتيجة حتى تعلم عدم محاولة السعود وهكذا حتى تم استبدال جميع قرود الجيل الأول من ضحايا الماء المثلج وبقيت قرود الجيل الثاني التي لم تختبر العقاب تضرب أي قرد جديد يحاول السعي إلى الموزة العبرة من ذلك هي أنه تم صنع أساس المنع مع الجيل الأول من القرود الخمسة عبر العقاب الجماعي والعبرة الأهم أن الجيل الثاني تبنى ضرب أي قرد يسعي إلى الموزة مع أنه لم يختبر العقاب بالماء المثلج بل وارث قناعة ضرب من يقترب من السلم ما سبقه هو مثال لعملية صنع القناعة لدى الرأي العام بالإكراه ما يقتضي عقابا في المرحلة الأولى إلا أن الأجيال الآتية تتبنى تلك القناعة قائيا من دون الحاجة إلى إخضاعها للعقاب فالغباء صناعة يصنع كما تصنع الأحذية ويصنع كي يلبس ولكن في الرأس لا في القدم بعبارة أخرى إنه أسلوب حياة وببساطة عزيزي المشاهد لا تكن أحد القرود الخمسة وعش خارج الدائرة المرسومة والتي تقيد فكرك وذكائك حافظ دائما على وعيك طور من مهاراتك سواء بالمطالعة أو بمتابعة المحتوى الذي يفيدك ولا تجري وراء الأغبياء ففي النهاية سيجعلون منك غبيا مثلهم في الأخير شكرا على المشاهدة وأتمنى أن تكون قد استفدت من هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك ودعمنا لكي نواصل تابعوني على حسابي في الانستغرام والذي سأترك لكم رابطه أسفل صندوق الوصف لا تنسى أيضا مشاهدة هذا الفيديو ومتأكد أنه سيعجبك ويفيدك في حياتك اليومية وهو بعبارة أخرى نمط آخر لصناعة الغباء في المجتمعات العربية للخصوص دمتم في رعاية الله ومع السلام